مجعلنا من جديد في سبروميكس مواصلين حتى النصف النهار ونصف مع ضيوف نمر وانتاج كمالة بن خليل طارق الزيادة وأحمد الصالحي بشمدة معك انتي أحمد الخليف بين حاتم ترابلسي وجماهيرة الرجرير التونسي أبدو لي مزام تواصل التحليل من حاتم ترابلسي في قنوات بين سبور مقابلة المنتخب مع جزر القمر وانتقاده للثنائي خاصة بن حميدة وكذلك ببوشنيبة خليه محل هجوم جديد من جماهيرة الرجرير التونسي حتى حاتم البرح في لايف كان رد على الجماهير قال أنا نحكي بمنطق حبي للمنتخب جبدوله حتى كيفية زياد تلمسيني هو هزو الأجاكس جبد هو قال زياد وصلني ثلاثة عروض وقتها من ودينيزي وإسبانيول وكنت تمشي التست معناها في أجاكس وساقيا هما هزون الأجاكس اعترف ببضل زياد لكن ساقيا قال هزون الأجاكس ديما الخليف مش شاقفة بين حاتم وجماهيرة الرجر فما حاتم فما بعض من أين تزد إسلام هو خلاف عادي عبرتو حاتم التربيلسي يعني عنده على شيء يعبر على رأيه وعنده معانة الفيكويمتاعه وعنده تاريخه في الإكيب ناسيونال ومحلل كبير في قانوية بين سبور يعني منحقه بالشاعة يا رايه في الإكيب ناسيونال أما الرأيه ما يجب مش يكون متحامل نوعا ما على لعبين التراجرية تونسي بالتحديد يعني يجب معانة حتى حاتم تحسه كأنه فهم التركيز شوية أكثر على لعبية التراجرية تونسي ولو أنه تحليله معانة تحليله في نوع من المنطقة تحليله منطقي معانة وانتقاداته البعض لعبية التراجرية تونسي اليوم في المنتخب معانة في نوع من التحليل الموضوعي لكن ما يزمش التحليل زادة يتم التركيز كان على لعبية التراجرية تونسي بالذات لأنه فهمة بلاتويت وفهمة الباجيت كثيرة أصبح معانة التركيز على لعبين معاينين بحكم انتماء من الفريق معاين وهذا مش معقول يجب كتحلل مباريات المنتخب الوطني التونسي تبعد على الانتماء لجمعيات معاينة اللي صار ربما فئة كبيرة من جمهور التراجرية تونسي رأيت اللي حاتم يتحامل نوعا ما على لعبية التراجرية تونسي ولو انه تحليل حاتم فيه نوع من الموضوعية لأنه بعض اللاعبين المنتمين للتراجرية تونسي مردوده ما كانش معانة مردود ممتاز كان مردود عادي على غيرار بقية اللاعبين في المنتخب الوطني اللي هليني هاخنا ما هوش يعني هم الميون فيما في الكباس ونعب معانة ملاعبي ينتمي للتراجي يلزم حاتم يطفي الضوء ما يقول وش رو عدمه لا 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 ما يزمش التركيز زادة لأنه المنتخب كانوا كلهم محلالة كلهم كانوا خارج الموضوع أما كتجي أنت تقول عابو شنيبة بالذات وبنحميدة بالذات وليفة من نوع من التحامل لا مش تحامل أنا البارح سمعت زوز فنيين تقريبا قالوا نفس الكلام قالوا إنه المشكلة في الأظهرة وما تفردت لكيب ناسيونال كانت يدخل كيشريدة وخرج اللاعب التراجي كيش تفردت هاني قلت يا عدخي كيشريدة تدخلها لعشيني تقيقة تفردت لكيب نظهر الولايات البريزير هذا كلام شيئ بالليلي كان موجود معنا البارح وتقريبا نفس كلام عليه القعب يزوز قالوا نفس الكلام لا لا ما هو مش روه هو مش قول ولو إنه بالحميدة ما خلاش كامل ما تشمتعه لا نحكي على بوشنيبة ما عندها قي قالوا خلينا نكونوا موضوعيين بقطع النظر ونخليوا الانتماء جاني بلوا على أساس اللاعبية يا أحمد الموضوعي اللي تحكي عليها تقتذي منك إنك تقول هذو مزوز رأيهم محترموا في الأداء لا لا ما قلتش يتحاملوا لا لا ما قلتش يتحاملوا لا لا قلت حاتم ترى فئة من الترجري التونسي اللي هو يتحامل على ملاعبية معاينين خطر انتمام للترجري التونسي طو سمحني فئة جمهور يقعد جمهور وهذا كحاتم عنده الفيكو متاعه كملاعبي أنا كمتلقي نصدق حاتم على الجمهور خطره فني وكلام مشحي حتى بالأداء حتى بالأداء رأوا شوف حتى في الترجري بوشنيبة وبنحميدة عندهم انتقادات وتزيد أنتي معناتها شوف تعرف هي في وين صارت الاشكاليات إنك تعايت الناس بش يلعبوا ومبعد ما يلعبوش وتلعب الأظهرت ليمين والليصار من الترجي اللي عليهم انتقادات حتى من الجماهير منتاع الترجري التونسي وان بلوس كسا يتزيد الهدف يجي من شيريتهم هم واحد في معناتها على الليصار والاخر على اليمين في الكوفيرتور وفي الليكتور معناتها متاع الترجيكتور دونك هذي هي المشاكل الكلام وصحيح حاتم راه انا تقول لي استهدف جوارات الترجي وقت هتوالي حاجات اخرين انا حسب رأي يحكي عادي تاريخ وقتاش احنا نحكيه بالمنطق هذا وقت اللي عندك ايكيب ناسيونال طايرة كان هما خائبين يحداش ملاعبي معناتها يذفو ذبان وكان صحيت وكان المشكل في الظهر الملاعبية ذوكم خاطر يلعبوا في الترجري توسي يقول لك هنا نوع من التحاف والاستهداف لخاطر اللي كيبناش اي وبوشنيبة وبوناحميدة ادائهم كان عادي ما كانوش معناتها هما نقطة ضعف المنتخب المنتخب الوطني كل كان خارج الموضوع اما نجي انا نقول للملاعبية ذاك واذاك تحديدا على خاطر ينتمي للترجري التونسي يقول لك هنا اروا نوع من الاستهداف والتحامل على ملاعبية معاينين نقطة هذي حاجة اخرى كان انت نحكيه بالمنتخب الكل ما كانش معناتها في المستوى واللي خليهم زادة يزيدوا يتقلقوا اكثر انو شكرا مثلا لاعب اخرى من نادي الافريق اللي هو ايت مالك قال اكتشفتوا لمنعبي هذا وحبيت وجيد السياس وكيف اشعلنا منعبي والقيمة هذا ويقعد على البنك هذا يزيد خلى حتى جمهور انا تعرف حاجة انا معها المفروض الماجري و ايت مالك مفروض ايرام لعبوا زوز ماتشويتا ذوم لا حقيق قاعدين يعدوا يعملوا في اداة ممتاز لا والله برسمي انت تلاعب انا مانيش ضد راو المساكني ولا ضد ساسمه الرفيع اللي علي صار الحمدلله في اعويس في مساكني صحي لكن تشوف انت الاداء متاحا باها لعبتا في تونس الهنا لكن الاداء متاحا ماذا هو انا شفت حتى ميتون الاول ما عملتش تغير يلزم هم يتغيره ما هذا الناس دوميتي هذو ما يلعبوا دوميتي يلعب ذهير يمين و جناح يمين و جناح يسار يدونك ما نعطيهم الفرصة كي ما نعطيهمش الفرصة نتوى كونتر جزر القمر و اختبش اللعبهم كونتر غانا و نيجيريا و الكود ديفور و مصر و تزاير ما و سيتو طافية نرمال هذو من الماتشواتين اللي بيش يكسبوا الثقة و ادخلهم في الاجواء المنتخب و شوفنا ايت مالك تخل طوحنا نحكيه على ايت مالك في قلب بعض و ما نلعبش حتى 40 دقيقة رو ما يخلطش 40 دقيقة لكن اعمل دو بريستاسيون بهين كنت النجم انا كنعطيه اكثر تونجو باش نزيد نحكم عليها اكثر هو ولا بيلال كتعرف مشكلتنا شنية في المنتخبة انما نعرفوش و نوظفو اللاعبين علش عملنا العشرين دقيقة الاخرانين بهين على خاطر عملنا انسنتينير و عملنا دوريليور بهين معانتها فبلا يسم دوريليور يعرفو و يلعبو دوزيليور و حاطينها اتاكو امشيت و ولينا نخلقو في الاختر و ولينا معانتها نوجعو و شوية لامركين دونك اذا انتي متعرفش توظف اللاعبين و تحط ثم اسماء يلزمهم يلعبوا حسب رأيانا ما 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 جيش راو كلنا لعبنا راو شوفت المشكلة في المنتخب تاو حاليا توظيف اللاعبين و جيبان كاستينج متعجيبان اللاعبين سواء كان اللي يلعبوا البرا حتى اللي يلعبوا البرا فما لاعبين راو نجيبوا فيهم في صف ثاني و صف ثالث معا كل احترامات اليهم دونك اذاك علش في المنتخب لازم نعرفو نوظفو اللاعبين خايني اسماء كاستينج ذاي انا والله يجا نقولك حاجة شوف بنسبة العركة انتع حاطين